المحلبية التركية نص مج من السكر ربع مج من النشا أربع مجات من اللبن ومعنا كمان خمسين جرام من الزبدة ده سبعة من الزبدة ميت جرام أنا أسامت أخدته نصه ومعنا كمان فانيليا هناخد منها معلقة صغيرة ومعنا كمان اللي هو كريم شانتي زرفين من الكريم شانتي كله زرف ستة وتلاتين جرام يعني إحنا محتاجين حوالي خمسة وسبعين جرام من الكريم شانتي دلوقتي هنبدأ الخطوات بتاعتنا أول حاجة خلص يا جماعة هاتوا معاكم حلة تستحمل إن انتوا تشغلوا فيها مضرب كهرباء فأنا جبت معايا حلة استانلس هنحط فيها دلوقتي نص مج السكر وهنحط عليه مج دقيق وكمان ربع مج من النشا نشا الدرة ونخلطهم مع بعض كويس جدا وبعد ما خلطنا السكر والدقيق والنشا كويس هنحط عليهم دلوقتي أربع مجات من اللبن الحليب وهنقلبهم مع بعض لغاية لما المكونات تدوب كويس مع اللبن وبعد كده هنحطهم على نار متوسطة مع التقليب المستمر على النار يا جماعة بالشكل اللي قدامنا ده نفضل نقلب كده لغاية لما القوام يبدأ يتقل معانا وأول لما يوصل لمرحلة الغليان بالشكل اللي قدامنا ده بيطلع فققيا هنحط دلوقتي قطعة الزبدة اللي هي الخمسين جرام أو بما يعادل معلقتين كبار من الزبدة ونفضل نقلب كده لغاية لما الزبدة تبدأ تدوب معانا وهنحط معانا كمان دلوقتي الفانيليا هنحط معلقة صغيرة من الفانيليا ومع تقليب مستمر بالشكل ده وأنا هقفل دلوقتي النار وهنقلب باستمرار كده لغاية لما الزبدة تدوب ويكون معانا القوام كريمي بالشكل اللي قدامنا ده ودلوقتي هنحط معانا آخر مكون وهو الكريم شانتي هنحط معانا زرفين من الكريم شانتي كله زرف 36 جرام أو نحط اللي هو الزرف الكبير اللي هو 75 جرام تقريبا وبعد كده هنضربهم كويس بالمضرب القهربة لمدة 5 دقائق متواصلة شايفين القوام بتاع المهلبية جميل جدا وكريمي ودلوقتي خلاص المهلبية التركية بتاعتنا جاهزة ان احنا هنقدمها هنجيب معانا الكسات اللي احنا هنقدم فيها وهنبدأ نحط فيها المهلبية شايفين القوام بتاعها جميل جدا وكريمي وبعد ما عبينا الكسات بتاعتنا هناخد دلوقتي طرف المعلقة كده ونمشيها عليها بالشكل اللي قدامنا ده علشان نساوي الكسات من فوق بالشكل اللي قدامنا ده ودلوقتي بعد ما سوينا الكسات بتاعتنا من فوق كده هنبدأ دلوقتي نزينها معايا هنا جسد الهند محمصة بتتبع كده وكمان فو صدق مجروش طبعا زينوها باللي انتوا عايزين تزينوه ممكن تحطوا جسد الهند بس تحط فول سوداني تحط اللي هي الفواكه المجففة اللي انتو عايزينه. آآ دلوقتي انا هبدأ ان انا احط داير ميدور كده آآ فوزق مجروش بالشكل اللي قدامنا ده. وبعد كده هحط في النص كده شوية من جزت الهند المحمصة. ودلوقتي انا هكمل تزيين باقي الاطباق بنفس الطريقة. ودلوقتي خلاص المهلبية التركية بتاعتنا جاهزة ان احنا نقدمها بتتقدم بردة او ممكن ان انتو تكلوها سخنة هي في كل الاحوال جميلة جدا. آآ وطبعا بقى لقول بسم الله واندقها شايفين القوام بتاعها كريمي ولزيز جدا اكتر من رائع ومختلفة عن المهلبية اليومية بتاعتنا. آآ وده الفيديو بتاع النهاردة المهلبية التركية الكريمية او المهلبية التركية المهلبية بقوام كريمي اكتر من رائع بمكونات متوفرة في كل بيت. واذا عجبكم الفيديو بتاع النهاردة اشتركوا على القناة فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. او